سلام وخير دي حصلت السنة سبعة وسبعين لما رجعت المصحف الست اللي كانت قاعدة في ريسابشن سألت شو رأيك فيه قلت له كتاب وحش قلت لها كتاب وحش ومعاقبني استغربت مسكت الترجمة فقالت لي هذه الترجمة من أسيس أنجليكن يحب يسوق في سورة الإسلام لكي يمنع أي واحد يستطلع في القرآن أن يسلم أو يفكر في هذا الججال فاستغرب نزلت إيديها تحت وطلعت لي نسختها هي سبحان الله يوم هذا كان سبحان الله اليوم الوحيد اللي كانت يعني على الريسابشن اللي هي المسلمة الوحيدة شغالة في المكتبة الكلية وطلبت مني أن أقرأ نصف تحتها الترجمة كان عبداليوسف علي الله يرحمه ويحصل إليه وطبعاً كان رد فحلي غير لما قرأت الترجمة دي كان كتاب طبعاً بالمرة غير فحبيت أعرف أكتر 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 عندين إسلام حتى تركت دراستي لحد ما أنا قد قيد كنت مشغولة بي كانت صدمة شوف أنا ما كنتش بدور على دين تاني كنت مرتاحة زي ماني بعد ست وشهور قررت أن أنا أسلم لسه ما حللتش في راسي كل اللي كنت الآن عليه أو كنت مترددة فيه بس أنا قد يعني أنا قد الدعاء الله سعدني على البد الأساس هو هو مقتنعة به عبادة الله و يعني إقناعه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم